الاهلي يواجه التراجي في نهاية دوري ابطال افريقيا الزمالك يواجه ناعدة بركان في نهاية الكونفيدرالية الافريقية تعالوا بقى ايه نلف لفة كده على التراجي ونقضة بركان نشوف اللي بيحصل فيهم نبدأ بالتراجي بيحصل في ايه قبل مواجهة النادي الاهلي في نهاية دوري ابطال افريقيا اولا التراجي لم يعرف طعم الفوز في اخر مباراتين له ببطولة الدوري التونسي تعادل مع الصفاقسي بهدف لكل فريق وتلقى خسارة من فريق الملعب بهدفين دون رد إلا أن الفريق يحتل صدار الجدول ترتيب مرحلة التدويج لسه في الصدارة يعني سنين حدثت مشدة بين ميجيل كردوزو المدير الفني للفريق واللاع حسام الدين غشة بسبب اعتراض الأخيرة على استبداله أمام الملعب التونسي وتدخل شمس الدين الزوادي المدرب المساعد لتهديئة الأمور بين الطرفين خلال الساعات الماضية تقدم نادي الصفاقسي بشكوى رسمية الاتحاد التونسي طلب من خلال الحصول على نقاط مباراة وأمام التراجي بسبب عدم التزام الأخير باللاحة التي تنص على مشاركة سبع لعبين تونسيين على الأقل حارس زائد ست لعبين خلال المباراة بالكامل وهو الأمر الذي لم ينفزه التراجي بسبب التغييرات التي قام بها خلال المباراة ومشاركته عدد لعبين أجانب أكثر من المنصوص عليه هو الفكرة أنه كان في لعب ترد من نادي التراجي وأصبح التونسي اللي موجودين في الملعب هم خمسة وبالتالي أصبح الأجانب أو اللعبين التونسي أقل من المطلوب أو حسب اللي إيه حايب وست تونسي في أرض الملعب طيب ده فيما يخص التراجي